اشتركوا في القناة ولمرأ فيه منه عادي ونجمونه بأعجوبة شان عبود رح تكون انتقلت يوم الثانين لبيت وائل لتتلقى كمان العينية الطبية وفي مصادر قالت انها رح تكون ببيت اهلا كرميل ما يكون فيه كتير ممرضين ببيت وائل ومعلوماتنا الخاصة بتقول انه وائل كفوري تجوز مرحلة الصدمة بسبب الحادث بس عم يعاني من شوية اوجع ورح يطمن وائل الجمهور قريبا عصفحته الخاصة بسبب تعليق كتبه عن منشور خاص بتبرعه بأعضاءه بعد وفاته تعرض الطبيب المصري سامح غازي للاتهام بالتحرش بالممثلة المصرية رانيا يوسف وبالتفاصيل اثار تعليق الطبيب الجدل بين المتابعين لاتهموه انه عم يتحرش برانيا بس التعليق اللي كتبه رجح حزفه واكد سامح عصفحته الخاصة انه كتبه بطريقة فوكيهية اثارت الممثلة السورية نسرين طفش الجدل بعد منشورة اللي انتقدت فيه صوت الفنانة العالمية ادال وكتبت نسرين عصفحته الخاصة بمناسبة انه غنية ادال الجديدة انتشرت بشكل كبير خطر ليقولها الكلمتين انا بعمري ما سمعت غنية لادال كاملة الاو غيرت لمحطة او وقفت الغنية اللي طلعت بشكل عشوائي على اليوتيوب من كمية الطاقة السلبية اللي فيها حديث نسرين شكل جدل كبير بين المتابعين واتلقت نسرين عدد كبير من الانتقدات عصفحته الخاصة اعترض مسلحين مجهولين طريق سيارة بيوا للفنان اللبناني وديع الشيخ عطريق بلدة القصر الحدودية وصرقوا السيارة ودفشوا لجانب الطريق وهربوا لجهة مجهولة وكانوا بسيارة من نوع نيسان باللون الاسود واخد هالموضوع دج كبير عمواقع التواصل الاجتماعي نشرت الفنان العراقية شزا حسون فيديو على صفحته الخاصة كشفت فيه عن تعرضه لموقف محرج بمهرجان الجونة ووضحت شزا بالفيديو انه فسطانه كان رح يتمزق بعد ما علق بباب سيارته وقت وصلت للسجادة الحمرة وعلقت شوفوا شو صار معي علق الفسطان بباب السيارة وتحدثت شزا كيف فكت الفسطان من الباب من قبل شباب متوجدين بالمكان حقق ظهور نجمة مواقع التواصل الاجتماع السعودية أميرا ننصر وزوجة مشعل الخالدي الجدل بين المتابعين بفيديو نشرته أميرا على صفحتها الخاصة وبينت أميرا بفسطانة أبيض ومكياج خاص للعرايس وأثار تفاعل الجمهور هو إطلالتها بدون حجاب وحركاتها هي وزوجة رومانسية اللي علقوا عليها المتابعين ووصفوها بالمؤرفة كان معكم بموجز الفن علي صولي لا تعرفوا كيف في الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com وأشتركوا بقناتنا على اليوتيوب